مصنع ألماني يصنع واحدة من أشهر السيارات في العالم بورش 911 هي المثل الأعلى في صناعة السيارات الرياضية شكلها ومحركها المركب في الخلف وشعور الذي تمنح لسائقها يسير المصنع كآلة دقيقة ويصنع مئات المحركات يوميا المنتج وعملية التصنيع لدينا عبارة عن وحدة واحدة وهذا هو سر نجاحنا الأتمة التكنولوجيا والعمال المهرة يجتمعون لصنع 16 نسخة من بورش 911 ومن ضمنها 911 جي تي 3 معظم زبائننا يريدون سيارة سباق يمكنهم استخدامها على الطرق العادية تصنع بورش 911 منذ أكثر من أربعة عقود في المكان نفسه في شتوتغارت في ألمانيا في مصنع بورش العملاق بورش 911 صغيرة خفيفة رشيقة ومزودة دائما بمحرك مسطح بست أسطوانات في مؤخرة السيارة تمثل بورش 911 العلاقة المثالية بين السيارة والسائق بورش 911 مثل القفاز تناسب سائقها تماما تنقل السيارة لسائقها ما تفعله مباشرة لذلك فقيادتها بمثابة تجربة عاطفية وهذه التجربة العاطفية مصحوبة بخصائص عملية يمكنك الذهاب في السيارة للتسوق وشراء البقالة ويمكنك استخدامها طوال أيام الأسبوع للذهاب إلى العمل وإن كان الذهاب للعمل يتعلق بالتنقل على الطريق السريع دون حدود للسرعة فهذا أفضل هناك 16 موديلاً من بوش 911 أحد أحدث موديلات 911 جيتي 3 سيارة صممت وفكرة واحدة تدور في الذهن جيتي 3 سيارة سباق إنها سيارة السباق الحقيقية صممت جيتي 3 للعدد المتزايد من محبي سيارات الذين يسوقون سياراتهم بسرعة في حلبات السباق نشوة امتلاك سيارة سباق قانونية ستكلفك 211 ألف دولار يولد محارك جيتي 3 ذو الأسطوانات الست 435 قدرة حصانية وهو ما يطلق جيتي 3 من صفر إلى 100 كم في الساعة في أربع ثوان وجزء من الثانية ويوصلها إلى 312 كم في الساعة إنها سيارة سباق أكثر منها سيارة عادية يمكننا القول إنها سيارة سباق مخولة قانونيا للسير في الشوارع منذ عام 1964 تصنع جميع سيارات 911 في مصنع بورش العملاق في شتوتغارد في ألمانيا يتألف المصنع من عدة مباني صناعية متصلة ببعضها تأخذ قشرة بدن السيارة لونها في ورشة الطلاء ويصنع محرك 911 المشهور ذو الأسطوانات الست المسطحة في مبنى تجميع المحرك أما الأجزاء الجلدية لفرش السيارة الداخلي فتحاك يدويا في ورشة التنجيد وأخيرا تتجمع القطع كلها في مبنى تجميع السيارة المؤلف من 117 محطة ينتج المصنع موديلات بورش 911 الستة عشر كلها بالإضافة إلى سيارتي بوكستر على خط التجميع ذاته في كل يوم نصنع حوالي 40 بوكستر و110 بورش 911 تقريبا تبدأ صناعة بداني 911 في مبنى تجميع قشرة البدن خارج ورشة البدن تقف إطارات الهيكل الفولاذية الجاهزة في الانتظار وفي الداخل تقوم 105 آلات وفريق من محترفين لحام المهرة بلحم أجزاء إطار السيارة ببعضها والإطار مصنوع من ثلاثة أجزاء مجهزة للتجميع المقصورة الأمامية الطبقة الأرضية الوسطى والمقصورة الخلفية يتم لحام كل الأجزاء الثانوية من قطعا من الفولاذ المدموغ يقوم أحد عملي اللحام بلحم المقصورة الأمامية لإطار السيارة فيما يعمل آخر على المقصورات الخلفية ثم ترسل القطعة الأمامية لتوصل بالمقصورة الخلفية وعند إضافة قسم الأرضية الأوسط تعمل الملازم على تثبيت القطع الثلاثة في أماكنها ثم تقوم آلة بلحمها معا لتصبح قطعة واحدة يضع فريق من عمال اللحام درعا واقيا بينها لحمايتها من الشرارات والوهج يُعيدون تقوية التركيب بلحام مناطق لا تستطيع الآلات الوصول إليها في هذه المرحلة تكون إطارات جميع موديلات 911 متماثلة لكن هذا كله يتغير في محطة الهندسة حيث يتم تركيب الإطارات الخلفية للموديلات المتعددة في المركبة وهنا يتحدد إن كانت السيارة بسقف ثابت أم قابل للطي وبما أن هذه السيارة مقدر لها أن تكون بسطح ثابت تضع الآلات السقف لها وعندما ينتهي اللحام تبدأ مجموعة أخرى من الآلات العمل على الهيكل وهذه المرة ليس للحمه بل لفقبه حيث تتيح مئات البراشيم وثقوب البراغ للفنيين وسط الأجزاء المكملة في الهيكل في مرحلة لاحقة من عملية التجميع فيما بعد تختار الآلات الأبواب وتلحم مفاصل الأبواب في الإطار وبعد نحو خمسة آلاف عملية لحام يصبح الإطار جاهزاً وفي ورشة البدن الآن يضع العمال الألواح المعدنية للبدن لمنح تسعمائة وأحد عشر شكلها الأمامية المميز يبدأ هذا بتركيب الأجزاء الأربعة الأمامية وفي المرحلة التالية يوضع غطاء الصندوق الأمامي الآن اكتملت قشرة البدن حتى في هذا الشكل الخام يحمل البدن الشكل المميز لسيارة بوش تسعمائة وأحد عشر الكلاسيكية شكلٌ اشتهر عالمياً لأكثر من أربعين سنة عندما أطلقت تسعمائة وأحد عشر أول مرة في عام الف وتسعمائة وأربعة وستين كان التصميم صادماً أو سابقاً لعصره خلال هذه المدة شهدت بوش تسعمائة وأحد عشر تطورات في تصميمها لكنها لم تكن جذرية في مجمل الشكل ربما ما من سيارة أخرى شهدت تغييراً في مظهرها أقل منها على مدى عدة عقود قد يفاجأ البعض لمعرفة أن بداية سيارة السباق الثمينة هذه تعود إلى سيارة أخرى شهيرة لكن أكثر بساطة يعود شكل وتصميم بوش تسعمائة وأحد عشر المميزان إلى سيارة أكثر تواضعاً سيارة الفوكس واغن بيتل وعقرية رجل اسمه فردينان بوش كان فردينان بوش رجلاً سابقاً لأوانه كان عبقرياً فنياً فردينان بوش مصمم ومهندس سيارات علم نفسه بنفسه في عام 1900 عندما كان في الخمسة والعشرين من عمره صمم أول سيارة مهجنة في العالم تعمل بالوقود والكهرباء لشركة أسترالية كما قضى أكثر من عشر سنوات يصمم السيارات لمرسيديز بحلول ثلاثينيات القرن العشرين كان فردينان بوش قد أسس شركته الخاصة لتصميم السيارات لمصنعين آخرين أقنع الحكومة الألمانية بحلمه بوجود سيارة صغيرة بسيطة تستطيع جماهير العام اقتنائها وفي النهاية كانت الفوكس وايجن بيتل هي هذه السيارة بعد الحرب العالمية الثانية تولى فاري بورش نجد فردينان بورش إدارة الشركة أراد فاري بورش سيارة رياضية ليس للعامة بل لمتعته الخاصة في القيادة شح قطع السيارات بعد الحرب العالمية أجبر فاري بورش على استخدام أزاء من سيارة الفوكس وايجن بيتل للمحرك الخلفي المبرد ذي الأربع أسطوانات وصندوق التروسي والنوابض عدل فاري بورش كل شيء ليجعلها أكثر رياضية كانت السيارة التي ظهرت في عام 1948 هي بورش 356 وصنع منها أكثر من 75 ألف سيارة على مدى 15 سنة وكانت أول سيارة رياضية تحمل اسم بورش وفي أواخر الخمسينيات أراد فاري بورش سيارة رياضية جديدة وهذه المرة أصر على محرك أقوى بست ستوانات ولعمل التصميم البدني للسيارة الجديدة لجأ فاري بورش لأكبر أولاده بوتسي بورش صمم الوريثة المثالية لبورش 356 لأنه استخدم خطوط التصميم الكلاسيكية للسيارة لكنه طورها قليلا قدمت النتيجة في عام 1963 وأطلق عليها اسم 911 وعلى مدى أربعة عقود تم تحديث التصميم خمس مرات فقط والنتيجة ستة أجيال من البورش 911 أعتقد أن التصميم يستمر لأن القائمين على بورش فهموا دائما ما يجب عمله لنقل لغة 911 إلى المستقبل الآن أصبحت أبدان السيارات غير المطلية المنحدرة عن أول 911 صنعت في عام 1964 مستعدة لمغادرة ورشة البدن ليتم طلاؤها المشكلة هي أن ورشة البدن وورشة الطلاء يفصل بينهما طريق من أربعة مسارات فكيف ينتقل الهيكل الخارجي من ورشة البدن إلى ورشة الطلاء؟ الحل هو جسر ينتد الجسر فوق واحد من أكثر شوارع شتوتغارد ازدحاما يستغرق نقل الهيكل الخارجي مسافة 86 مترا عبر الجسر إلى ورشة الطلاء حوالي نصف ساعة الخطوة الأولى في ورشة الطلاء هي غسل السيارة من الأتربة والزيوت يتم بعد ذلك تشفيف الهيكل بالنفخ لإزالة أي أغبرة متبقية وعندما يصبح السطح نظيفا تماما يتوجه إلى حمام طلاء يحتوي على 60 مترا مكاعبا من الطلاء يحتوي الحوض على طلاء مقاوم للتآكل يسمى طبقة الغمس الكاثودية الأساسية وطبقة الغمس الكاثودية الأساسية مشحونة كهربائيا بأيونات موجبة والحاملة المعدنية التي تحمل السيارة تحمل شحنات سالبة وعند تخطيص السيارة تهزها الحاملة للتأكد من وصول الطلاء ذي الشحنات الموجبة إلى جميع أجزاء البدن ذي الشحنات السالبة وعندما تخرج السيارة من الحمام يكون تماسك الطلاء قويا جدا ويمكن إزالة الطلاء الزائد بالماء الآن تتوجه السيارة لمحطة التشفيف وتبقى 30 دقيقة لمعالجة الطلاء الكاثودي ذرة تراب واحدة قد تفسد الطلاء كله ولهذا ينظف الفنيون البدن قبل الطبقة الأولية يتم طلاء السيارة من الداخل بالطبقة الأولية بأيدي العمال ولطلائها من الخارج يأتي دور الآلات الطبقة الأولية مشحونة بأيونات موجبة وعندما تطلق الآلات الطلاء على شكل رداذ في الهواء ينجذب الطلاء إلى سطح السيارة ذي الشحنات السالبة قد يبدو أنها طبقة اللون لكنها ليست كذلك تتنوع الطبقات الأولية بين خمسة ألوان الأبيض الرمادي الفاتح الرمادي الداكن الأصفر والأحمر ويكون لون الطبقة الأولية المنطقة هو الأقرب إلى لون السيارة وعند اكتمال الطبقة الأولية تتجه السيارة لحجرة تجفيف درجة حرارتها 170 درجة مئوية ل30 دقيقة والآن يحين الوقت لتأخذ السيارة لونها أكثر ألوان البورج شيوعاً هي الأسود والأبيض والأحمر تقدم بورج 12 لون القياسياً بالإضافة إلى 9 ألوان أولية لكن مقابل أجر معين تطلي بورج السيارة بأي لون يطلبه المشتري بسبب عدد الألوان التي يقدمها المصنع يتم طلاء طبقة اللون باليد يتم تدريب عمال الطلاء من الأمام إلى الخلف بدءاً بالسقف قبل الانتقال إلى الجوانب يتطلب الأمر تدريباً لثلاث سنوات قبل السماح للعامل برش طبقة اللون على السيارة وتزود أنظمة التهوية العمالة بالهواء النقي من خلال الأقنعة أثناء رش الطلاء المائي في المجمل يوضع من 4 إلى 5 لترات من الطلاء ويعتمد هذا على اللون ومع اكتبان طبقة اللون تدخل 911 غرفة تجفيف حررتها 160 درجة مئوية لمعالجة الطلاء والطبقة الأخيرة هي طبقة شفافة أساسها مادة مذيبة وتقوم آلات بطلاء الطبقة الشفافة لأن الطبقة ذاتها تستخدم لكل الألوان كما تمت برمجة الآلات لفتح الأبواب وتغليف الأسطح الداخلية وآخر مهمة في ورشة الطلاء هي وضع شعار البورش على غطاء محرك السيارة في الإجمال يستغرق دخول بوش 911 ورشة الطلاء هيكل فولاذيا ومغادرته سيارة مطلية 8 ساعات الآن تبدأ الاستعدادات لصناعة قلب السيارة المكون من 6 سطوانات منذ ولادتها في عام 1964 كان قلب بوش 911 محركا من 6 سطوانات لكنه ليس كأي محرك عادي من 6 سطوانات تنقسم المحركات ذات الست سطوانات إلى ثلاثة أنواع رئيسية بعضها بست سطوانات مستقيمة أكثر محركات الست سطوانات شيوعا هي التي تتخذ شكل حرف V لكن بوش 911 استخدمت دائما محركا يعرف بمحرك الأسطوانات الست المسطح حيث صفان في كل منهما ثلاث سطوانات متعاكسان أفقيا تؤمن بورش بوجود ميزات أساسية في تصميم الستوانات الست المسطح عند استخدامه في السيارات الرياضية أكبر ميزات استخدام المحرك المسطح ذي الست سطوانات في البرش 911 هو انخفاض مركز الجاذبية فيه لأنه صغير جدا ويمكن تخفيضه ليلتسق بالسيارة انخفاض مركز الجاذبية يساهم في تحسين القيادة كلما زاد انخفاض مركز الجاذبية كانت السيارة أكثر استقرارا عند الالتفاف بسرعة كبيرة تصنع هذه المحركات الشهيرة المسطحة ذات ست سطوانات في منطقة تجميع المحرك في المصنع نصنع في شتوتجارد ما يقارب الخمسمائة محرك في اليوم في كل ثلاث دقائق يكمل المصنع محركا مسطحا بست سطوانات ينتج المصنع أكثر من عشرين نسخة مختلفة من المحرك المسطح ذي الست سطوانات وتتراوح قدراتها الحصانية من 250 إلى 535 لكل نسخة من المحرك المسطح ذي الست سطوانات العديد من الأجزاء المخصصة له ويتمثل التحدي في إيصال القطاع الصحيحة إلى المكان الصحيح في الوقت الذي سيبدأ فيه تجميع المحرك وليتحقق هذا طولت بوج نظاما لوجستيا آليا يتم تحميل أجزاء المحرك في عربة ثم يحمل نظام المواصلات بلا سائق الذي اخترعته بورش هذه العربة العربات مبرمجة لتستك طريقا محددا لمنطقة تجميع المحرك يأخذها هذا الطريق إلى جسر ومن ثم إلى مصعد حيث تهبط دورا واحدا وتسلم الأجزاء لمنطقة تجميع المحرك في الوقت المناسب يضم المصنع 21 عربة 9 منها مخصصة لإخراج المحركات المكتملة من منطقة تجميع المحرك تأخذ العربات المحركات المكتملة للمنطقة اللوجستية لكن كيف تعرف العربات أين تذهب وأي طريق تسلك غرزنا مغناطسات في الأرضية بين كل خمسة أمتار وغطيناها بالخرسانة والعربة مبرمجة لتعرف طريقها بين مسافة متر وخمسة أمتار تالية وهذه البقع مثال على ذلك تقطع كل عربة عشرين كيلومترا يوميا بسرعة تفوق خمسة كيلومترات في الساعة ويبدو أن العاملين في الدور يعرفون كيف يبتعدون عن طريق العربة لكن الاحتياط هناك إجراءات سلامة كما ترون لا يحدث شيء رغم أنها تحمل شحنة ثقيلة وتتحرك بسرعة كبيرة لا يمكن أن يقع ضرر لأن لدينا نظام أمان داخل العربة يتطلب تجميع كل محرك مسطح بست سطوانات إجراء ثلاث رحلات لتسليم الأزاء إلى دور التجميع يتم التوصيل الأول يدويا وهو يحتوي على نصفي علبة المرافق والعمود المرفقي والمكابس في مرحلة مبكرة على الخط يتم تجميع المكابس ثم توضع المكابس الثلاثة الأولى في علبة المرافق بحرص ثم يوضع العمود المرفقي في أحد نصفي علبة المرافق ثم يوصل أول صف من المكابس إلى عمود المرافق ثم تقوم آلة بتركيب النصف الثاني من علبة المرافق ويثبت بالبراغي الآن ينتقل المحرك المجمع جزئيا إلى خط التجميع الرئيسي يقابل هذا المحرك المجمع جزئيا حاملة خاصة تسمى العضو المستعرض يتيح العضو المستعرض للفنيين التحرك حول المحرك لتسهيل التجميع يمكننا تدوير المحرك ورفعه وخفضه ليستطيع العامل العمل دائما في بيئة ملائمة للبشر بعد محطتين يبدأ الفني العمل على العضو المستعرض فيقلب المحرك على جانبه ويركب رؤوس المكابس الثلاثة المتبقية يدور الفني المحرك للتحقق من وصلات المكابس من العمود المرفقي للتأكد من سلاسة الحركة بعد ذلك يوضع رأس استوانة على أحد جوانب المحرك يحتوي رأس الاستوانة على صمامات تدخل الهواء إلى الاستوانات وتخرج غاز العدم يعيد الفني العضو المستعرض للعمل مجددا ويقلب المحرك ليستطيع تركيب رأس الاستوانة بين كل دقيقتين وخمس واربعين ثانية يصل المحرك محطة جديدة بعض المحطات يديرها البشر وأخرى تعمل فيها الآلات اللجوء للأتمة منطقي في هذه الأماكن حيث تتكرر عمليات كثيرة إذا أردنا تثبيت عشرين برغيا في صفيحة الزيت ليس ضروريا أن يقوم بها موظف تستطيع آلة أن تفعل هذا وهو لا يضيف أي تقييم للعمل لكن إن كان لدينا عملية التجميع المعقدة فنحن نحتاج إلى الموظف عند الثلث الثاني من خط التجميع يمر كل محرك بما يعرف باختبار البرودة هنا يتم تدوير المحرك وتقليبه وتخضع أجهزته ونقاط الوصل فيه لفحص الكمبيوتر بعد الاختبار يتم تركيب مجمع السحب سينفث المحرك هواءه في هذه الأنابيب البلاستيكية يخرج المحرك الهواء عبر مجمع سحب العادم آخر الأجزاء المركبة يأخذ محرك من بين كل مئة محرك عن الخط لاختباره حيث تتم تعبئته بالوقود استغرقت صناعة المحرك المسطح بالأسطوانات الست من البداية وحتى اكتماله حوالي ست ساعات في نهاية الخط تأخذ العربات المحركات المكتملة وتسلمها لمنطقة الحجز وأخيرا تأخذ إلى خط التجميع الرئيسي وتوصل ببدن السيارة في مصنع بورش العملاق في شتوتغارت في ألمانيا ينجز خط التجميع 16 موديلا مختلفا من 911 تخضي كل سيارة 911 حوالي 15 ساعة تنتقل على خط التجميع يضم الخط 117 محطة تجميع أمام العمال في كل محطة 5 دقائق فقط لإكمال مهماتهم قبل وصول السيارة الثانية لكن الخط لا يتوقف أثناء عملهم يتحرك الخط بالسمرار ليستمر الفنيون في العمل دون توقف أثناء التجميع الآن يدخل الإطار الخارجي للبدن إلى خط التجميع الرئيسي في المحطة الأولى تجري حماية طلاء 911 الجديد بلبادات ثم تنزع الأبواب لتسهيل الوصول إلى داخل السيارة طوال عملية التجميع في المحطة الثانية يمدد الفنيون الأسلاك في السيارة مجهزين شبكة النظام الكهربائي في المحطة السادسة توضع أول قطعة منجدة في السيارة وهي مقصورة السائق التي تتضمن لوحة أجهزة التحكم الجلدية في بورش تبدأ الأجزاء الجلدية بجلد البقر المدبوخ في ورفة التنجيد تتضمن بوش 911 الأساسية أربعين قطعة منجدة بما في ذلك لوحة أجهزة التحكم إطارات الأبواب والمقاعد ويحتاج تجهيز القطع المنجدة للبوش 911 العادية إلى 6 جلود أبقار تفرد الجلود على آلة تقص الأجزاء التي سيتم تنجيدها أوتوماتيكياً مع تجنب العيوب في الجلد تستخدم الآلة نافثات مائية قوية لقص الجلد تبلغ قوة الضغط الناتجة من الصنبور 3000 بار أي ضعف الضغط المستخدم في تنظيف المباني بحوالي 30 مرة انتهى عمل الآلة ويجري جمع القطع الآن أول من يبدأ العمل بقطع الجلد بعد قصها هم الخياطون الذين يحكون القطع ببعضها بعد ذلك ترش آلة الجلد المحاك بالصمغ ثم يقوم عامل محترف بمهمة مجهدة هي تركيب الجلد على إطار لوحة أجهزة القياس تساعد الحرارة على جعل الجلد مطاوعاً وتسهل العمل به كما تحافظ على الصمغ رطباً التحدي الأول هو ملأمة الدرزات في الفتحات المعدة في الإطارات ثم يشد الجلد فوق أعلى لوحة أجهزة القياس عندما تكتمل العملية يقص الجلد الزائد بسكين ويلف المادة المتبقية تحت لوحة القياس ثم يضغط بثقل مليء بالتراب لإزالة أي تموجات ويكتمل العمل بعد ساعة من بده ترسل لوحات القياس المنجدة إلى منطقة ما قبل التجميع الكائنة على بعد بضعة مترات من خط التجميع الرئيسي وهنا يكتمل تركيبها لتصبح مقصورات كاملة بما في ذلك أجهزة القياس وعجلة القيادة وعندما يكتمل تجميع المقصورة تكون أول قطعة منجدة يتم تركيبها في السيارة اكتمل الآن عمل ست محطة ورحلة السيارة على خط التجميع ما زالت في بدايتها وما زال ينتظرها أصعب عمليات التجميع يتضمن مصنع بوشت 911 في مدينة شتوتغارد الألمانية 117 محطة تجميع بعض المحطات هي المكان الذي تحصل فيه سيارات 911 على الأجزاء التي تميزها عن موديلات 911 المتعددة ومن هذه الموديلات المتعددة المعروفة تارغا وهي سيارة 911 مزودة بسقف زجاجي قابل للصحب وإذا كان موديل 911 الذي يصل إلى المحطة الرابعة عشر هو تارغا فهنا يركب الفنيون سقف زجاجي الضخم أكثر من خمسين كيلو جراما من الزجاج معلق في الهواء بينما يحاول الفنيون إدخاله عبر الطرف الخلفي للسيارة ليشكل بهذا سقف السيارة والنافذة الخلفية في المحطة الثامنة عشر تركب الآلة الوحيدة في منطقة التجميع الزجاج الأمامي أولا تضع الصمغة داخل الزجاج تعمل هذه الآلة في الظلام بسبب حساسيتها للأشعة تحت الحمراء والتي تساعدها في تركيب الزجاج الأمامي بمقدار تفاوت مسموح به ميكانيكيا لا يتجاوز نصف مليمتر المحطة الثلاثين إذا كانت سيارة 911 القادمة على خط التجميع هي موديل جي تي ثلاثة فهنا يركب الفنيون الجناح الخلفي الشهير تستخدم الطائرات الأجنحة لرفعها عن الأرض وتمكينها من الطيران لكن جناح جي تي ثلاثة مجهز للقيام بالعكس أي ابقاء السيارة على الأرض كلما زادت سرعة السيارة ارتفعت أكثر وعلينا التغلب على هذا الارتفاع وتثبيت السيارة على الأرض لأن هذا ما يسهل السيطرتها على السيارة بعد بضع محطات نصل للمرحلة الرابعة والثلاثين حيث توضع أسماء موديلات البوشت 911 ليراها العالم كله تستخدم أدوات خاصة لتثبيت الأحرف في مكانها كل سيارة على خط التجميع مقدر لها أن تكون مختلفة وكل منها مصنوع وفق طلب محدد من الزبون ومجموعة فريدة من الخيارات وهذا يعني أن السيارات المختلفة تحتاج إلى قطع مختلفة كما في خط تجميع المحرك يستخدم خط التجميع الرئيسي نظام النقل بلا سائق لإيصال القطع إلى المحطات في وقت الحاجة إليه لكن هذه العربات تستخدم نظام تعقب مرئي لتعقب خط أسود على الأرضية المشكلة هي أن الخط يتحرك باستمرار وهذا يهدد بترك العربات وما تحمله من أجزاء والحل بسيط ربط العربات بالخط المتحرك بعد محطتين في المحطة الخامسة والخمسين تحمل هذه العربة المشعاعين يتم تركيب مشاعي 911 في مقدمة السيارة وتنقل الخراطيم الهواء المبرد إلى الخلف حيث سيوضع المحرك المحرك الذي سيبرده المشاعان يصل إلى طابق التجميع في منتصف مرحلات التجميع يصل الفنيون المحرك والناقل ليصبح وحدة جاهزة للتجميع تتضمن أيضا النوابض والكوابح ومحاور العجلات وكل هذا قبل أهم مرحلة على خط التجميع وهي الربط بين المحرك وناقل الحركة والبدن تشتهر بورش 911 بشكلها الأيقوني ومحركها المسطح في الست سطوانات المركبة في المؤخرة الآن في مصنع بورش العملاق في شتوتغارد أصبح البدن والمحرك على وشك التلاحم معا في منتصف خط التجميع في المحطة الحادية والستين تسمى عملية وصل البدن ووحدة المحرك والناقل بالاقتران وهذه لحظات مهمة على الخط الآن يتم تثبيت السيارة التي بنيت على خط التجميع بالنوابض ووحدة المحرك والناقل ورغم أهمية هذه المحطة إلا أنها كأية محطة أخرى على الخط حيث يجب أن يكمل الفنيون المهمة في حوالي خمس دقائق ثم عليهم أن يفعلوا هذا مرة بعد أخرى أصبح محرك بوش 911 في مكانه رغم أن الكثيرين قد يقولون أنه ليس المكان المعتاد إنها واحدة من السيارات القليلة التي يركب محركها في الخلف الميزة الرئيسية في وضع محرك السيارة في الخلف هو الاحتكاك لأن المحرك فوق الإطارات الرئيسية مباشرة وهذا يمنح السيارة احتكاكا أكبر وقوة أكبر على الشارع دون الخوف من دوران الإطارات على نفسها لأن هذا يدل على عدم كفاءتها في المحطة السابعة والسابعين على الخط تكون 911 تركت ورشة البدن قبل 17 ساعة تقريبا لكن الآن فقط يكتمل البدن بإضافة ممتصي صدمات الأمامي والخلفي كما يضيف الفنيون أيضا المصابح الخلفية في المحطة الثالثة والثمانين يبدو أن النهاية اقتربت عند إضافة السوائل لمكيف الهواء والكوابح وعجلة القيادة لكن إن كانت النهاية وشيكة فالسيارة بحاجة إلى الدواليب والإطارات وهي متوفرة في المحطة الثامنة والتسعين توضع الإطارات على الدواليب قبل التركيب مباشرة يتم لفص مولات الدواليب الخمسة في آن واحد إلا إن كانت السيارة 911 جيتي ثلاثة فلدواليبها نظام قفل مركزي خاص يستخدم نظام القفل المركزي في سيارات السباق لأنه يساعد على تغيير الإطارات بسرعة بورش هي أول شركة تستخدم القفل المركزي في السيارات العادية يستخدم المصنع أدوات خاصة لتثبيت القفل المركزي على إطارات جيتي ثلاثة بعد تركيب الدواليب تبدو السيارة جاهزة للانطلاق لكن ليس بعد في المحطة التالية المحطة الثامنة والتسعين يتم تركيب النوافذ الجانبية الخلفية وهذه ميزة في سيارات 911 منذ عام 1964 إن كانت السيارة المتجهة للمحطة 103 هي موديل كابريلي فما زال ينقصها قطعة أساسية إنه الصقف الناعم يفتح سقف سيارة الكابريليي 911 ويغلق في 20 ثانية فقط اقتربت نهاية الخط هذه هي المحطة 110 هنا يعد تركيب الأبواب التي فصلت في بداية خط التجميع وفي المحطة المئة والثالثة عشر يركب العاملون آخر الأجزاء الرئيسية المقاعد المنجدة الآن يتم تزويد السيارة بأكثر من 18 لتر بنزين ثم تشغل للمرة الأولى يجري أول اختبار للسيارة على طريق وعر ثم اختبار آخر يوصل سرعة السيارة إلى 120 كم في الساعة الفحص الأخير يستغرق حوالي ساعتين وبعده تغادر السيارة المصنعة تأخذها سيارة نقل إلى مستودع الشحن حيث ينتهي بها المطاف عند تجار السيارات في أنحاء العالم طوال أكثر من 40 سنة ومصنع بورش في شتوتغارد ينتج السيارات بهذا الشكل الأيقوني وكما تطورت سيارات 911 تطورت أيضا عمليات المصنع موسيقى لكن لو رأى العاملون من الماضي ماذا حدث بعد نصف قرن من زمنهم؟ قد يتفاجأون لرؤية العاملين اليوم يصنعون سيارة مشابهة لما صنعوه لدرجة مذهلة موسيقى يحق لكل أجيال العاملين على خط الإنتاج لاعتزاز لصناعته واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم على مدى أكثر من 40 سنة متتالية موسيقى مصنع بورش في شتوتغارد الألمانية هو بالفعل مصنع عملاق موسيقى 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 موسيقى